غدا وبعد غد ستكون يومين سخونين كثير لأن غدا في مظاهرات نقابة الاتحاد العمال توانسع ومعها نقابات أخرى وطبعا هذا الاتحاد هو الأهم داخل تونس كنقابة وهؤلاء كانوا ناصروا المعتوض قيس سعيد ناصروا عندما قام بانقلاب 25 جميل 2021 لكن مع الأيام تبينت لهم أنه في الحقيقة ما نضربش فقط ربما الناس اللي يحبوهم مش النهضة ما نشعرف شكون إلى آخره لا لا من بعد تبين لهم وهذا اللي أنا شخصيا كنت قلته يومها بعد ما وقالوا بعض الأحرار توانسة وغيرهم الملاحظين أن هذا مش هيتوقف هذا سيستولي على كل السلطات واللي ناصروا رح ندفع الثمن وبالفعل كان أحزاب ناصروا ومن بعد رح مقلبوا عليه وكان حتى أحزاب ناصروا رح يدخل بعض عناصرهم للسجن الآن هذا اتحاد العام للشغل تاعتوانسة اللي ناصروه رح مدخل واحد من أبرز النقابيين وكان نقابيين وحدة أخرين ربما ما يذكرون مش كثير لكن واحد من أبرز النقابيين رح مدخلوا لحبس إذن بعد ما ذرب النهضة وبعض الأحزاب اللي ما يحبهاش وحل البرلمان وبمقتضاه استولى على سلطة البرلمان ومن بعد بدأ يروح للقضاء وبمقتضاه بدأ كل مرة نحى 57 قاضي شفنا القاضي العكرمي حطوا في السجن عذبوه ثم حطوا في مستشفى المجانين وفي أي لحظة ممكن يقول كرهوا هبل وخرج مسكين دار فيديو وقال راني لبس علي ورم حطيني هنا وطبي وراء قالي تقدر تروح بش تشوف لأن هذا القاضي رفض أن يكون قاضي تليفون ليس كما الجماعة اللي علينا نحن عم إذن بعدين بدأوا ينتبهوا أنه اللي يمشوا معاه الأغلبية العظمى الآن تراجعوا الأغلبية سواء في النقابات أو في الأحزاب ما زال باقي معا شوية لكن اللي معاه الحقيقيين هو المخابرات المصرية والإماراتية والسعودية وأنا نقول لكم منذ بضعة أشهر مخابرات المتعلية مخابرات الإرهابية أيضا هذون هم اللي رمي عاونوا فيه وخطولوا كانت في البداية فرنسا عوناته في الأمريكان سكتت عليه لكن الآن كلهم وصلوا القناعة بأن هذا معتوه مجنون وأنه ردى تونس للغرقة وبالنسبة للأوروبيين هذا مزعج رح عندهم مشكل كبير في الفوضى اللي رح في ليبيا رح يجيهم عشرات الآلاف هاربين من لبنان ومن مصر ومن العراق ومن سوريا ومن فلسطين ومن اليمن ومن السودان ومن الجزائر ومن المغرب لو كان تونس يصبح ما فيهاش سلطة نهائيا هنا شفنا الأفارقة دخلوا بآلاف وإن كان فيه تضخيم وفيه ظلم للبعض بعض الأفارقة هم ثاني ربما خرجوا بعضهم يتحدى ويقول لك أن شمال إفريقيا ديت على الأفارقة السود ولازم نطردوهم نطردو العرب والأمازيغ اللي فيها ومن يشعر فيه لآخره هذا كان بروباغندا واضح أن فيها جهات أنا لا أستبعد أن الروس هم اللي حركوا هذا البروباغندا بشكل كبير جدا لأن روسيا تريد الآن روسيا تريد أن تحيط الفوضى داخل أوروبا وحول أوروبا هذا اللي يحصل لك روسيا أن تحدث فوضى عالميا فالأوروبيين ما يقدرونش يبقوا مركزين على أوكرانيا ولا الأمريكيين يبقوا مركزين على أوكرانيا ولذلك كاين عمليات أيضا من جهة أمريكا الجنوبية عشرات الألاف من العناصر ستحاول روسيا ويبدو النصين في الخط أيضا يعاونهم بش يدخلوا الأمريكا كمهاجرين وهناك مشكلة كبيرة هذا تعالى المهاجرين أيضا في الولايات المتحدة خاصة ففيه أنا ميل إلى التحليل هذا لكن يبقى لازم نلقاه طبعا أنه الروس لا يستبعد أن الروس هل ساعدتهم مخابرات الإرهابية فيه كلام بعد خوة ثلاثوان سيقول لك أن مخابرات الجزائر ساعدت على دخول لأنه ننجل تونس تونس ما فيش ما عندهاش حدود مباشرة مع مع النيجر أو مع مالي أو مع تشادو وهذا رمسحوقين مساكن ها رمسحوقين هذو رمبوا أساء إذن تونس منين يجوا يجوا هي أيما من ليبيا أيما من الجزائر المرجح أنه جزء كبير تخل من ليبيا لكن بعض التونسق قالوا أنه جزء كبير أيضا تخل من الجزائر درك هذا يبقى كما يقولك أبروفي يبقى هل صحيح ولا لا الله أعلم لكن هذا ما يدور لكن المؤكد أن من ناحية الاستراتيجية بالنسبة للصين وبالنسبة للروس وبالنسبة لإيران أيضا هالثلاث دول يريدون أي شيء يلحق الفوضى بأوروبا ولن يترددوا عن فعل أي شيء يلحق الفوضى بأوروبا حتى تغرق أوروبا في مشاكلها ربما مع المهاجرين والله يمكنني أراها يعني يوما ما يولي الحراجة بعشرات الألاف مش بالعشرات أو المئات يوميا يولي بعشرات الألاف لأنها إفريقي راه تنهب والعالم راه يضطرب أكثر فأكثر والصراعات الدولية راه تتعمق أكثر فأكثر والنظام في الجزائر خاصة والنظام في مصر وفي تونس على أبواب التهاوي قد يبدأ الأمر في تونس ثم مصر أو العكس وراح المافيا العسكرية اللي عندنا تتبحهم هذا إذا ما سبقتهمش مع رمضان اللي راه جاي ومع الأسر اللي راه ترتفع